اشتركوا في القناة ونحن في البداية منذ اطلاق برنامج الابطال احنا طبعا وراء نجومنا وابطالنا جوه النادي الاهلي يعني عدد كبير من الالعاب بقطعاتهم الكبير والزغير والناشئين والناشئات وبانتباعهم وكان يمكن اكبر شاهد على كده هو الموسم الماضي اغلب المباريات زعناها على شاشة قناة النادي الاهلي وكنا مع ابطالنا في كل مكان ولكن ايضا هناك عهدا اخدنا على انفسنا كلنا ان احنا نساند اكيد منتخاباتنا الوطنية حتى لو الالعاب دي مش جوه النادي الاهلي او ما بتمرس على مستوى البطولة جوه النادي الاهلي ولكن تمثيلك مع منتخب مصر فوزك بمدالية اقلومبية فوزك بمدالية افريقية فوزك في البحر الابط المتوسط باسم مصر اكيد دي حاجة تهمنا جدا ودي رسالة يعني من رسائل النادي الاهلي واكيد قناة النادي الاهلي جزء يعني لا يتجزأ من النادي الاهلي النهاردة الجهود والحقيقة من الالعاب البروميسين جدا او الواعدة انها ان شاء الله تحقق لنا ميدالية باذن الله اولمبية باذن الله اكثر خلينا احكي لكم القصة سريعا يعني من حوالي ثلاث سنوات في انتخابات الاتحادات ظهر على الساحة والقصة ابتدت من هنا شاب عنده اتنين واربعين سنة كابتن مرزوء عليه طبعا رئيس الاتحاد يعني تقدم للانتخابات وفاز وترقص الاتحاد كواحد من اصغر الرؤساء الاتحادات اللي تولوا المسئولية جوة الجهود وغير الجهود فكنا الحقيقة احنا اسعد ناس وتوسمنا خيرا كثيرا في كابتن مرزوء اول حاجة عملها نبذ الخلافات رمى الانتخابات كلها من وراء ظهره جمع كل قصة الجهود مرة اخرى عشان يبتدي رحلة جديدة بحيث نرجع الجهود مرة اخرى على الخريطة المصرية في الالعاب اللي بتبقى داعمة لموقفنا او لرحلتنا الالومبية بداية هذه الخطوات استقدم مدير فني اجنبي استقدم او تعاقد او اتفق مع كابتن محمد رشوان نجمنا الالومبي الكبير واللي غاب عن الساحة فترة طويلة قال له او اتفق مع انه يكون مشف على المنتخبات بلقاته الكبيرة مع اليابان مع الدول الكبرى في هذه اللعبة وجمع كل قصة الجهود ومعاه مرة اخرى وبدأ رحلة من الكفاح لمدة ثلاث سنوات كل لات بنتائج جيدة الفترة اللي فاتت يمكن اول او اخر هذه النتائج هي حصلنا على بطولة افريقيا في الترتيب العام طبعا بعدد 8 مديريات وهو رقم كبير منهم 3 دهب فطبعا ده حطنا على قمة الترتيب الافريقي ودي ما جاتش من فراغ جات بجيل يعني او فريق من الاعمار السنية الاثنين كبار وصغار بمعنى يعني انت عندك لعبة لعبة مع الكبير ولعبة ايضا مع الشباب بطولات طبعا على مستوى الشباب والشابات والناشئين والناشئات بالمناسبة بطولة افريقيا للكبار كانت في المغرب في سبتمبر الماضي من 7 والتسعة جات تاني بطولة الناشئين والناشئات قابليها كانت في شهر 7 اللي فات برضو كانت في مدغشكر وفزنا فيها في الاثنين في الناشئين والناشئات خدنا في الناشئين والناشئات 15 مديريا وفي الشباب والشباب خدنا ايضا 15 مديريا احنا بفضل الله تربعنا على عرش القارة الافريقية كبار وشباب وناشئين وناشئات كل كل الأعمار السنية بالترتيب العام الجهود من الألعاب الأكيوميليتد يعني أنت بتتراكومي عشان تتأهل اللومبيات مش من بطولة وخلاص لا أنت بتراكومي تراكومي تراكومي لغاية ما تجيب نقطة معاينة تأهلك لباريس عشرين أربعة عشرين لكن البطولات أو المحطات اللي جاية لهذا الاتحاد أو للمنتخب عندنا بطولة العالم القادمة اللي هتبقى في البرتغال في أكتوبر الحالي هتبقى حوالي مثلا أربعة من أربعة لسبعة أكتوبر وكمان عايز أقول أنه ده بطولة العالم للشباب والشابات مهم جدا جدا فوزنا فيها لأن ده الجيل اللي بيشغل عليه كابتن مرزوء أو الاتحاد الجودو عندنا برضو في بطولة أفريقيا مصر هتنظم بطولة أفريقيا المؤهلة أو آخر بطولة مؤهلة لأولمبياد هتبقى في شهر أربعة لجاء وشهر إبريل القادم بإذن الله طيب احنا بعد الفصل إن شاء الله يكون معنا رئيس الاتحاد بنفسه كابتن مرزوء علي عن خطته في القادم ونسبة نجاحه أو رضا عن نفسه أو رضا عن أداء الاتحاد أو أداء لعبة الجودو حتى الآن وهيكون معنا اتنين مدربين كبار في المنتخب الحقيقة ولهم دور كبير هيكون معنا كابتن محمد علي وكابتن حاتم عبدالآخر هنتكلم عن الجودو بشكل عام وهنعرف تفاصيل الفترة القادمة حتى نوصل إن شاء الله لبريس عشرين وعشرين وأكيد متمنى لهم كل التوفيق في تحقيق ميدالية أولمبية جديدة هنقابل بيوفنا ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة